فيديو جديد ورسمه جديد وفيديو نهاردة ورسمة النهاردة سنرسم الجميل عن رسمة جديدة ي BRX!. على الفيسبوك الروابط موجودة في صندوق الوصف جاهزين يلا بينا فيديو جديد ورسمة جديدة وفيديو النهاردة ورسمة النهاردة فيديو قوي جدا رسمة حلوة جدا كل اللي احتاجه ألم رصاص والوان خشب او فلوموستر زي من شايفين جبت اي حاجة على شكل دايرة جيبه طبق او زي من شايفين الحامل بتاع الكواب او المجات وجبت حاجة على شكل دايرة ممكن تجيبه برضو مصطر على شكل دايرة وزي من شايفين بابدأ اعمل كده الخطوط دي عشان تدينا شكل جندي طبعا خطوة بخطوة محدش يستعجل محدش يسبق الفيديو امشو خطوة بخطوة الخط اللي تلوني عملته يعمله زيه طبعا من خط التخطيط خفيف عشان ما يسيبش اثر على الورقة لان طبعا لو خططنا تخطيط تقيل لما نيجي نعدل ونمسح حاجة هنلاقي ان الاثر بتاع الالم الرصاص لسه موجود على الورقة فعشان كده دايما بحيب ان انا خطط تخطيط خفيف عشان يبقى اسهل ويبقى الشكل احلى ولما جمسح ما يسيبش اثر على الورقة زي ما انت شايفين عملنا شكل الجندي الشكل الخارجي او الخط الكنتوري او بتاع التخطيط وعملنا شكل علم ماسك علم وكأنه بيغرزه في الارض فكده يعتبر خططنا التخطيط المبدأي بتاع الرسمة وعملنا الشكل الخارجي بتاع الرسمة دلوقتي اخش في مرحلة التلوين في مرحلة التلوين انتوا عارفين انها دايما بلون بالوان في المصدر ولكن انا المرة دي قررت ان انا الاون بالوان خشب ليه بقى عشان عندنا دلوقتي في حاجة عايزين انا اعملها وهي الدمج يعني ايه الدمج يعني انا جيبت اللون الاصفر زي ما انت شايفين وبدأت الون اللون الاصفر في السماء طبعا ما بجيش جنب الجندي ولا بجي جنب العلم ولا الارض بلون باللون الاصفر من فوق جامد وبنزل على خفيف يعني ببدأ اخفف ايدي وانا نازل عشان بعد كده هجيب اللون البرتقالي او البرتقالي وابدأ الونه من تحت غامق ويطلع على فاتح فنعمل دمج ما بين اللون الاصفر والبرتقالي اهو زي ما انت شايفين بنلون بالاصفر وننزل على خفيف ما ننزلش على تلوين تقيل احنا بنخفف واحنا نازلين طبعا الالوان الخشب لازم لازم تكونوا بريهين الالم كويس لان الالم لو مش مبري فهيطلع اللون مش واضح واللون مش هيبقى شكله حد لكن لو اللون مبري والالم مبري فهتلاقي اللون واضح واللون وكده اللون متشبع مش باهت فعشان كده لازم زي ما قلتلكو تبرو الالم كويس زي ما انت شايفين جبت اللون البرتقالي وبدأت اهو الون برضو زي ما قلتلكو من تحت غامق وبطلع على فاتح نعملها زي تدريج كده في اللون زي ما انت شايفين فنعمل دمج ما بين اللون الاصفر والبرتقالي طبعا اللي هرسم رسمة النهاردة لازم يبعثلي رسمة على حسابي على الانستجرام او الفيسبوك رابط وجود في صندوق الوصف الحسابات بنفس اسم القناة بالانجليزي دورغام ارت بالانجليزي دي او ار جي اتش اي ام اي ار تي وهتلاقوا طبعا الشعار نفس شعار القناة زي ما انت شايفين دلوقتي جبت اللون الاسود من الوان الفلماستر طبعا استخدمت الالوان الفلماستر عشان انا مش هحتاج ان انا اعمل دمج في اللون او اعمل حاجة واقعية فعشان كده استخدمت اللون الفلماستر دلوقتي وجبت اللون الاسود وببدأ الوان الجندي وابدأ الوان الساري بتاع العالم وخطط العالم بس بالاسود زي ما انت شايفين ما لونتش العالم انا خططته بس بلوان الجندي كله باللون الاسود وبلوان الارض اللي تحت اللي هي شكل الجبل اللي احنا عملناه ده باللون الاسود برضو زي ما انتم شايفين طبعا لو عنده اي سؤال عن الرسمة اي سؤال تفكر فيه اكتبلي على طول في كومنتات برد في اسرع وقت ممكن تكتب تلاقي الرد على طول في ساعتها وطبعا لو عندك اي رسمة عايزني ارسمها فاكتبلي في الكومنتات عن اي موضوع وعن اي رسمة عايزها او عايزها وهتلاقوني رديت عليكم برد من رديني يا اما رديت عليكم بروابط الفيديوهات عن الموضوع اللي انتم طلبتوه يا اما رديت عليكم بان انا برسمه حاليا فده معناه ان هو خلاص بيجهز وهينزل الفيديو زي ما انتم شايفين باللون الاسودة هو بلون الجبل او الارض اللي الجندي واقف عليها طبعا الالوان في الماستر من اهم الحاجات فيها ان احنا نحاول منلونش على المنطقة الواحدة اكتر من مرتين لان كل ما بنزود في التلوين على منطقة واحدة يعني كل ما نزود عادة المرات في التلوين على المنطقة الواحدة كل ما بيغمق اللون ولكن في الاسود عادي مش قوي لان كده كده اللون الاسود هو اللون غامق ولكن في الالوان التانية عموما لازم نحاول منلونش على المنطقة واحدة اكتر من مرتين طبعا بحاول اقدم اقدر ان ننزل لكم كزا فيديو وكزا رسمة عن الموضوع الواحد عشان تقدروا تختاروا الرسمة اللي تحبوها. فعن يوم التأسيس زي ما انتم شايفين احنا عملنا قبل كده رسومات عن يوم التأسيس. تقدروا تشوفوها موجود على القناة او اكتب على سيرش اليوتيوب او بحث اليوتيوب. رسم يوم التأسيس درغام ارت هيطلع لك كل الفيديوهات اللي احنا عملناها. عملنا فيديوهات قوية جدا ورسومات حلوة جدا ودي من كمان من احلى الرسومات اللي احنا عملناها عن يوم التأسيس. زي ما انتم شايفين دلوقتي باكتب لا اله لله محمد رسول الله. وبحط السيف تحته عشان نعمل شكل عالم السعودية. طبعا هنجيب اللون الاخضر وهنلون العالم كله باللون الاخضر مع ده آآ مع ده طبعا الكلام اللي احنا كتبناه ومع ده شكل السيف. دول بيفضلوا باللون الابيض. طبعا لو عايز ترسب نفسك او ترسب شخص عزيز عليك فتقدر تخش على الانستجرام او على الفيسبوك تشوف المستوى اللي احنا وصلنا له في رسم الاشخاص. مستوى احترافي جدا رسم واقعي جدا تقدر تشوف هناك رسومات بنرسم الاشخاص لو عايز ترسم نفسك ترسم شخص عزيز عليك وتقدمها كهدية. فبنرسم الاشخاص بسعر رمزي بسيط جدا مقارنة ما اي حد بيرسم دلوقتي. فخش واسأل على التفاصيل وهنرد عليك في اسرع وقت على الانستجرام على الفيسبوك. الرابط كلها موجودة في صندوق الوصف. زي ما نشايفين باللون باللون الاخضر زي ما قلت لكم اما حاجة ما نجيش جنب الكلام ولا السيف. دول بيفضلوا باللون الابيض. هلون الرسمة باللون الاخضر او هلون العالم باللون الاخضر وهارجع لكم. لو انت هول العالم باللون الاخضر وكده الرسمة تبقى خلصة مستاني رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة ودي كي يترسمي النهاردة. داك الفيديو نهاردة تمنى الفيديو يكون عجبك ولعجبك الفيديو. ما تنسوش اللايك والشاري واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولا يرسم الرسمة. ما يبعث لحساب على انستجرام او الفيسبوك. رابط وانجودة في صندوق الوصف. واشوفكم الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حسنا اشتركوا في القناة